نروح للتصنيع الهيئة العربية للتصنيع بدأت وبتستعد لتنفيذ مشروع هو الأول منه والأول مرة بيتم استخدام الجريد أو مخلفات وسعف النخيل بتستخدم في إنتاج الخشب الام دي اف يمكن كلنا تقريبا عارفين إيه هو الخشب الام دي اف هو الخشب الألواح الخشب المضغوطة اللي بتستخدم البقايا لإنتاج ألواح خشبية بيتم استخدامها بعد كده بقى في صناعات الأثاف ويمكن ابتدت يعني تكون هذا النوع من الخشب منتشر جدا أو بقينا بكتير بنستخدمه خلونا نعرف من لواء مهندس طيب خلونا نرجع مرة تانية خلوني أقولك بس الام دي اف دا ليه مهم لأنه بقى الاهتمام أو بقى الاعتماد على الام دي اف دا أو هذا النوع من الأخشاب عملي أكتر بقى أسهل بقى ممكن يكون أرخص ففكرة أن أنت تبتدي تتعامل على أو تعمل على تصنيعه دي خطوة مهمة جدا وبالتالي فكرة إنشاء مصنع يكون متخصص في هذا الموضوع خطوة يعني مهمة جدا هنبقى عايزين نعرف طبعا تفاصيلها بشكل أكبر ولكن يمكن بعد شوية نعرف التفاصيل دي لما يكون التليفون جاهز ترجمة نانسي قنقر